أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار وصول إجمالية عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان منذ انطلاقها لـ 71 مليون و 475 ألفا و 812 خدمة ونفذت مبادرة بداية حملات طرق الأبواب للتوعية عن مخاطر الإدمان والتعاطي لـ 24 ألفا و 113 شابا وشابة علاوة على تقديم خدمات صحية لـ 7 ملايين و 159 ألف مواطن متضمنة خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة وزيارات منزلية وزيارات متابعة الحمل ونمو الطفل تم تقديمها من خلال 45 قافلة طبية ترجمة نانسي قنقر